السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم أخبار كما تظهر أمامنا على الشاشة أخبار عاجلة فيضانات مرعبة تكتاح تركيا زي ما احنا شايفين المشاهد التي تظهر أمامنا وتبين لنا بوضوح فيضانات مرعبة تكتاح تركيا مش كده وبس معانا النهاردة في هذه الحلقة مشاهد لما يحدث في سماء السعودية أحداث جديدة سماء السعودية مظلمة كمان معانا كلام مهم جدا عن فتنة الشام التي أتمت اليوم عامها الثاني عشر 12 سنة على فتنة الشام كلام مهم جدا تعالوا نبدأ مباشرة هذه الحلقة طبعا الفيضانات تكتاح تركيا بطريقة غير طبيعية بعد الزلزال اللي حصل في تركيا الناس توقعت ان الأمور هتهدى شوية فإذ بفيضانات يعني شكلها فعلا مرعب جدا وفي انباء عن قتلى ويعني غرحة وناس غرقت في هذه الفيضانات وناس ماتت في هذه الفيضانات نسأل الله سبحانه وتعالى العفوة والعافية طبعا تظهر أمامنا المشاهد على الشاشة يعني الناس في حالة من الظهول مما يحدث في تركيا تركيا التي كانت منذ شهور محط أنظار العالم والجميع اللي عايز يذهب ويروح أي أماكن حتى للرحلات والسياحة والطرفي كان يقصد الذهاب لتركيا الآن بقت بؤرة للزلازل والظواهر الكونية طبعا هي آيات ونظر ربانية العالم بيتهيأ أيها الأحباب لأحداث كبيرة جدا كل الشواهد بتدل على ذلك احنا شايفين هون المشاهد حتى أن في دعوات في تركيا لإخلاء الأماكن بتاعة الأدوار الأرضية علشان خاطر الفيضانات بتوصل لها بمنتهى السهولة مشاهد طبعا يعني أؤكد أن هذه المشاهد حدثت اليوم وديت أخبار عاجلة وبنتابع معاكم الأحداث اللي موجودة على مدار اليوم في مختلف الأماكن حايفين الحالة من حالات إنقاذ الناس في الغرقانين في تركيا طبعا المشاهد النهاردة كترت وانتشرت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم في تركيا وفي سوريا لأنه ناس طبعا في سوريا يعني غرقت وتوفت في اللي عايشين في تركيا من جراء هذه الفيضانات وما فيش لغاية دلوقتي حصر الأعداد الوفيات نتيجة لهذه الفيضانات حاجات غريبة جدا بتحصل في تركيا تعالوا كمان ننتقل ليه يعني ناخد فاصل كده عن النظر الربانية ونعود لها بس بعد ما نتكلم عن حدث كبير جدا شغال والناس يعيني ملهية بلؤمة العيش وملهية بأحداث الأزمات الاقتصادية وناس كتير لو قلت لها يوم 15-3 احنا عملنا حلقة من 10 ايام تقريبا وقلنا يوم 15-3 حدث كبير والناس مفكرة انه هو حدث متوقع لا ده حدث معروف مسبقا لان ده التواريخ يوم 15-3 النهاردة اتمت فتنة الشام العام الاثناشر واحد ممكن يسألني يقولي الناس اللي مش عارفة الناس اللي لسه جديدة معانا في القناة ايه يعني ايه معنى ان فتنة الشام تمت 12 سنة يعني ايه ايه مدلول 12 سنة الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر ان فتنة الشام تنتهي بعد 12 سنة وفي رواية اخرى بعد 18 سنة طيب ايه الان المطلوب علشان نفهم الاحداث ونربط الاحداث من منطلق الجمع ما بين الحديث لو فقط موضوع الجمع ما بين الاحاديث هتضرب الادلة في بعضها ولذلك احنا بننبه الناس عن هذا الامر الجمع بين الاحاديث هي تجارة العلماء فلازم نفهم هذا الكلام جيدا طبعا فتنة الشام الاهمية بتاعتها في ايه ان الامام المهدي هيظهر بانتهاء فتنة الشام بل هو الذي سيقوم بانهاء هذه الفتنة يبقى احنا كده عارفنا اهمية هذا الامر للناس الجداد معانا طيب ماذا بعد احنا دلوقتي تمينا 12 سنة هل هيظهر الامام المهدي مثلا بكرة هل هتنتهي فتنة الشام بكرة لان احنا تمينا 12 سنة لا في احتمالين شوف في احتمالين الاحتمال الاول ان الرواية اللي بتقول فتنة الشام 12 سنة تتحقق يبقى احنا كده ماشيين في انتظار كسر السنة يعني كسر السنة يعني النهاردة 15-03-2023 تفضل ماسك لغاية الفين اربعة وعشرين لغاية خمستاشر مارس الفين اربعة وعشرين لو وصلت للتاريخ ده يبقى انت دخلت في السيناريو وما ظهرش المهدي طبعا يبقى انت دخلت في السيناريو الاخر بتاع الرواية اللي بتقول ان فتنة الشام هتنتهي بعد 18 سنة ويبقى احنا كده دخلنا في عملية جديدة واحد ممكن بيسألنا وبيقولنا يعني مفيش احتمال ان المهدي يظهر ما بين هذين التاريخين ما بين 12 سنة وما بين 18 سنة نقول له في هذا التوقيت الجمع ما بين الاحاديث بحاجة مهمة جدا ينفع؟ اه ينفع احتمال وارد احتمال وارد ممكن يظهر ما بين الفترة من رواية 12 سنة و18 سنة ممكن اللي هو يظهر جمعا ما بين الادلة التي تتكلم عن ظهور الامام المهدي يبقى احنا كده علشان نرأي بالموضوع عام 2023 ليه بنقول ان هو عام هام وليه بنقول ان هو عام مفصلي علشان عام 2023 هو اللي هيحدد لينا خارطة الطريق انجاز التعبير هيحدد لينا احنا ماشيين في آني سيناريو ماشيين في اتجاه رواية ال 12 سنة ولا رواية 18 سنة برضو لازم تحط في الاعتبار قرن الشيطان مرحلة قرن الشيطان واللي هي برضو انتهت تقريبا تأسيس 100 سنة على قرن الشيطان في نجد انتهت ايضا هذه المرحلة وتبتدي ان انت تجمع ما بين الادلة طبعا هي كلها عمليات رقمية حسابات السنين ويبقى دائما وقت ظهور الامام المهدي علمه المطلق عند الله سبحانه وتعالى ولكن احنا بنقول للناس يعني فات الكتير ما بقى الا الاليل ما تستعجلوش استعدوا ايمانيا بلاش الاستعجال استعدوا ايمانيا لهذه الايام الحاسمة احنا خايفين ان يظهر الامام المهدي وناس تسقط في اختبار معسكر الايمان وانلاقيها مع معسكر الدجال فلذلك يعني خلي كل همك الاستعداد الايماني جيدا واحنا دخلين على شهر الرمضان قوي ايمانك لربما عشان الاحداث الحاسمة لو فجأة بدأت ودع عقدها هينفرض في اي وقت فانتبه لهذا الامر تكون مستعد استعداد ايماني لان هذا هو طوق النجاة اللي هينجيك والاستعداد الايماني وهنتكلم ولينا كلام يعني باستفادة عن هذا الامر لسه الكلام كتير جدا عن هذا الموضوع وهنتبعه بدقة لانه من اهم مفاتيح الاحداث تعالوا كمان ننتقل الى السماء السوداء في الرياض السماء سوداء في الرياض زي ما بتظهر قصدنا هذه المشاة الشيء الملاحظ ان الايام الماضية موضوع السماء السوداء بدأ يكتر في السعودية في اماكن متفرقة وفي اماكن مختلفة لاننا بنلاقي حاجات غريبة جدا واحد بيبعت لينا يقول لنا ايه يقول لنا انا قاعد في الدمام ما شفتش حاجة احنا بنقول الرياض فسبحانك يا رب فالسماء السوداء هي ايات ونظر ربانية اوعى تقول زي ما الناس الاولين المكذبين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن لما يروا الآيات واني يروا من السماء كسفا ساقطا يقول سحاب مركوم خد بالك يعني عارض ممطرنا يعني سبحان الله مش عايزين نتشبه بامثال هؤلاء هي ايات ونظر ربانية وشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا رأى ان السماء تغيرت ورأى ان الرعد والبرق اشتد كان يقف خائفا خائفا والسيدة عائشة تقول له ما بالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه اللي مخوفك يا رسول الله هكذا المؤمن هكذا المؤمن ما بين جناحي الخوف والرجاء ينتقل يقول لها وما يدريك يا عائشة ان اقواما سبقونا قالوا لما رأوا هذه الايات قالوا عارض ممطرنا فإن اللي حصلوهم ارسل الله عليهم عذابا هذا هو الهدي النبوي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا كمان نشوف مشهد انا بحاول يعني بسرعة لان عندنا مشاهد كتير النهاردة عاصفة تضرب الاردن احنا بنصنف الحاجات دي ان هي آيات ونظر ربانية اوعى تقول دي عاصفة بعيني شكلها مرعب يعني شكلها مرعب جدا ولكن ولكن في ناس بتقول والله احنا شفناها كذا مرة مش معنى ان انت شفتها كذا مرة ومش معنى ان هي تكررت ان انت كده في امان لازم تعرف ان دا قوم عاد ربنا سبحانه وتعالى اهلكهم وارسل عليهم ريحا صرصرا زي دي كده اشد منها طبعا بس اهو عندما اعلنوا القوة على الله وطبعا يعني انا مش عايز ان انا نتكلم في تفصيلات وكلنا عارفين كيف تدار البلاد على جميع المستويات يعني مش الاردن فقط يعني على جميع المستويات ولا حول ولا قوة الا بالله ولذلك المؤمن دايما يخاف من ايات العذاب واحنا دورنا ان احنا نفكركم ونذكركم بهذه الايات بارك الله فيكم ايوها الاحباب من شوية نزلنا حلقة مهمة جدا عن الطفلة شام وفتنة الشام برجاء اتفرجوا على هذه الحلقة وشاهدوها كانت منذ قليل ويعني ناس بتضغط علينا ان احنا نطلع في حلقة بس مباشر ربما ربما نخرج عليكم بعد قليل في حلقة بس مباشر هنأكد عليكم في الدقائق القادمة بإذن الله لا تنسونا من صالح الدعاء شارك هذه الحلقة على جميع المنصات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة